السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزكاة حبايبي عاملين ايه تعالوا نشوف مع بعض نام الاسرع اغدا ازاي انت عايزة تعملي محشي ومع عندكيش كرنبة مع عندكيش ورق عينب الست الشطرة بتتصرف هنجيب البصل وهنقسامه كده بالراحة زي ما انتي شايفة ونسجيله سلقة بسيطة هيتروا معاكي وتعملي خلطة المحشي وحشي بالبصل والله هيبقى احلى وقطع محشي من ايديكي واسرع غدا مش هيخد منك عشر دقيقة ولا كرنبة بقى ولا وجع قلب تعالوا بقى نشوفوا الكفتة اللي انتم معارفينها الكفتة اللي بنحط عليها البقسمات والبهارات والبيضة ايه رأيكم بصوا ازاي واي عيشة عندك اي نوع فطير عندك ممكن ان احنا نعمل الكفتة زي ما انتم شايفينها كده الاول وعملناها في الزيت عملتها في الفرن عملتها في اي حتة تعجبك قطعي العيش حتة الزغيرة وحطت عليه اي صص يعجبك وشوية صلطة وشوية كفتة الحاتي اللي انت عملتها الحلوة دي وصلطة زبادي واحلى كفتة سريعة تعمليها الاسرع غدا وشكلها طحفة بصوا برضو الطريقة الجاية دي نفس الكفتة اللي احنا عملناها من شوية وتديها تشويحة في التسق كده عن نار في نفس التسق تحطي بصل وفلفل وتماطم وصلصة وشوية تماطم انت دربهم في الخلاط وهاتي الماكرونة اللي هي عامة زي العيشة وحطي عليها شوية مي بتاعتك او شربة وشوية بهارات حلوة ويسيبيها تتسلق مع نفسها تحطي عليها كفتة اللي احنا شوحناها وشوية جبنة لو تحبي وحطي بقى شوية صلطة ولا شوية صوس اللي انت تعايزيه الفراخ تعالي نشوفه الفراخ الكريزبي الدقيق ده عليه بهارات وعليه نشا وتحمري الفراخ الستريبس بتاعتك تبطعي بالطريقة اللي انت عايزيها وتحمريها وبقت احلى فراخ وصفيها من الزيت في نفس التسق اتي حتة زبدة وعسل نحل وحطي شوية مصدردة وحطي شوية صلصة ودويبي كل دول مع بعض علشان نعمل الصوس المسكر بقيت الفراخ المسكرة عندنا وتحطي الفراخ عليها هاتي برضو طوصة وحطي شوية الحاجات الحلوة اللي انت شوفتيها دي كلها وشوية جبنة ومكارونة ونعمل واية صوس بالمكارونة اللي لونها فاتح جميلة وحلوة حطي عليها الفراخ المسكرة دي وتبقى احلى مكارونة بالفراخ دي الاكلة دي في السين مشهورة جدا اعملي العصاك اللحمة مفرومة برضو حطي عليها شوية الفلفل الوين الحلوين دول والطماطم والبهارات وشوية مية وحطي شوية بشامل ونعمل بقى احلى كانيلونة مع بعض حطي طبقاتك كانيلونة والجبنة بتاعتك مزاريلا او اي نوع جبنة انت بتحبيه واللحمة المفرومة وطبقاته احلى كانيلونة ناكلوه كل ده انا بقوليكو اسرع غدا نعمل بقى الكباب بتايع الفراخ شايفيني كمال السوس اللي احنا عملناه ده زبادي وبهارات ودقيق ونشا وحنحط في الفراخ زي ما انت شفتش بالطريقة دي وتحمرنا واحلى فراخ بشرنا البطاطس والبصل واللحمة المفرومة وشوية جبنا كده وعملنا كفتة اللي هي صابع وصييرة ودخيلنا شوية حمرناها في الزيت زي ما انت شايفة كده حطيها جنب شوية رز وشوية مخلل واسرع غدا تكليب سرعة هاتي الفراخ ديها تشويحها كده في الطوصة وتكوني مقطعها كده على صغيرة ونشيلها على جنب في نفس الطوصة هاتي شوية بصل ونحمرهم وحطي توم حطي نشا حطي لبن وهنعمل سوس الابيض بتاعنا اللي هو تقيل شوية وحطي شوية جبنة عليها مبشورة اي نوع انت بتحبيه لغت لما تدوب وحطي الفراخ اللي احنا ادينا لها التشويحة دي تمام واحلى فراخ تكليها بالسوس الابيض ودفلها بقى مكارونا اي نوع انت بتحبيه الاكلة دي سريعة جدا وتحفة وتقطعي بقى عليها شوية بقى دونس طباطم اي حاجة انت بتحبيها والله اكلات في المنتهى الروعة استمتعي بقى احلى طعم برضو نفس طريقة الكفتة بس عاملين جزر وبطاطس حطي برضو كل المكونات اللي قمناها قبل كده على الكفتة وهتعملها الكوار وبرضو بندنالها تشويحة كده بس حطناها بشوية دقيق هاتي بقى الطاصة وبعدين هنعمل فيها شوية جزر وشوية بطاطس مدقى الطعيم وكعبات ومعلاقة صلصة دنالها تشويحة كده خفيفة وبابريكا وملح وفلفل وزعتر وشوية مية لسه لقيت معانا بقت جميلة وحلوة وقطنا فص تون كمان ونقطة زيت زتون ونص سلمونة حطي بقى الكفتة اللي احنا عملناها بالدقيق ممكن تشويحيها الأول ممكن لأ بصوا بقت أحلى كفتة بالبطاطس والجزر وأسرع غدا روعة تعمليه مفيد ومغزليكي ولوليتك تعالي بقى هاتي البصل والجزر والفلفل وحطي اللحمة المفرومة والسلطة والسلطة وأعمليها كتشوحة على السوج وبرضو بصوا بصوا شايفين كان لوني برضو ده تحفة احنا اتكلمنا عليه من شوية بس دي طريقة أكتر شوية فيها سلطة بصوا البطاطس قطعيها كده زي الشيبسي أدخن شوية من الشيبسي ودينا لها سلطة وبعد كده حطيناها في مياه ساعة بتالك نقطع بقى البصل والخضرة اللي انتوا شايفينها دي كلها وحنحمر البطاطس لغاية لما تدي اللون الدهبي الحلو ده هنحطها وحنحط عليها البقدونس اللي احنا قطعناه والبصل ودبس رمان ولمون وشوية شطة وقلب قلب قلب وتبقى أحلى مقبلات قدامك على صفراتك وضحفة وروعة وطعمها جميل هاتي بيضة وعليها شوية ملح افرديها كده على الجلاش وتحطي عليها أي حشوة عندك جبنا بقى حطي باسترما حطي لانشو اللي انت عايزي وديها تشويحة في الطوصة بتاعت الكريب زي ما انت شايفة كده واسرع فطير تكليه وحطي حيط الزبدة فوق الوش شايفة شايفة الجبال اسرع غدا نعمل بقى حاجة حلوة حطينا الكاكاوة وحطينا الدقيق وعملنا أحلى كيكة بالكاكاوة ونفس السوس ده حطيناه فوق الوش والكريمة بتاعتنا فوق الوش كده ورشينا شوية كاكاوة فوق الوش وعملنا سوس شوكولاتة وكريم شانتي تاني وأحلى جاتوه استمتعوا بقى بالأفكار بتاعت الحلويات الحلوة دي وكاكاة الريد فلفت شايفين التزويق شايفين الجمال اعملي الحاجة اللي انت بتعمليها بحب والله هتطلع أحلى حاجة وأجمل حاجة عشان انت بتعمليها بحب لولادك وبيتك هتطلع حاجة جميلة جدا شايفين البقلاوة لما بتتغرق في العسل بتتشرب وتسيبيها دبرط خالص بصوا بتبقى بالجمال ده كلما الحاجة تتشرب عفل بتلاقيها بالجمال والتعامة دي اهم حاجة تسيبيها تبرط وتتشرب استيرام بتاح يارب تكون قناتنا لا تنسوش اللايك والشير وفلوا اللعبة